الحادث الذي هز العالم الاسلامي الواقع التي غيرت مسار تاريخ السعودية ومحاولة احتلال اقدس البقاء في العالم انه احتلال الحرم المكي فجر يوم الحادي من محرم عام 1400 هجرية الموافقة الى 20 نوفمبر من عام 1979 ميلادية بدأت حادثة احتلال الحرم المكي وقعت تلك الحادثة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز من اجل السيطرة على الحرم المكي من قبل جهيمان الاعتيبي واتباعه حيث استولى ما يزيد عن 200 مسلح على الحرم المكي مدعين ظهور المهد المنتظر الان ومع انتهاء صلاة الفجر وقف جهيمان الاعتيبي وبجانبه محمد بن عبد الله القحطانية واعلن انا ذاك عن خروج المهد المنتظر وطلب من الحجيج مبايعة محمد القحطانية باعتباره المهد المنتظر ما دفعه لاحقا لاعتبار هذا الهجوم ما هو الا نصرة للدين الاسلامي وللمهدي في ذلك الوقت قام رجال الاعتيبي باستخراج اسلحة خفيفة من توابيت كانت قد دخلت الى المسجد الحرام في وقت لاحق على اعتبارها توابيت للموتى من اجل الصلاة عليها في المسجد الحرام مع خروج الاسلحة من التوابيت تم اغلاق الابواب وسد منافذ الحرام والتحصن بداخله لكن قبل هذا الاغلاق تمكن البعض من الهروب فيما اضطر البعض الاخر والذين وصل عددهم الى مائة الف الى مبايعة محمد بن عبد الله القحطانية باعتباره المهد المنتظر رغم قدسية المكان الا انه لم يسلم من سفك الدماء حيث تم قتل عدد كبير من المصلين ورجال الامن مع حلول الصباح قام جهيمان بالقاء عدد من الخطبي عبر مأذن الحرام اثناء عملية الحصار احتوت هذه الخطب على توجيه الدعوات الى اهل مكة والقوات السعودية التي تحاصر الحرام بالتوبة الى الله والانضمام الى المسلحين ومبايعة المهد المنتظر في هذه الاثناء تم بث هذه الخطب عبر الاذاعات العربية والعالمية في هذا الوقت كانت الحكومة السعودية عاجزة عن مواجهة هذا الاحتلال وبدلا من ذلك تعاملت الحكومة السعودية مع هذه الحادثة على انها محاولة انقلابية هدفها هو الاطاحة بالنظام السعودي تم اللجوء الى دار الفتوى قبل اي تدخل عسكري من القوات السعودية احتراما لقدسية المكان محل الهجوم الساعة الان العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الرابع عشر من محرم لعام الف واربعمائة هجرية الموافق الرابع من كانون الثاني ديسمبر عام الف وتسعمائة وتسعين وسبعين تبدأ الان القوات السعودية في الهجوم هذا الهجوم الذي استمر حتى حلول المساء لتتمكن قوات الدولة من الدخول الى الحرام وتحرير الرهائن اسفرت هذه المعركة عن قتل ما يقرب من ثمانين وعشرين شخصا من رجال عتيبية من بينهم محمد بن عبدالله القحطانية فيما اصيب حوالي سبعة عشر شخص من قوات الامن والمصدين وخرج الباقون دون اي خدوش بادرت القوات السعودية بالقاء القبض على جهيمان الاعتبي حيان واسر كل من تبقى من رجاله وهم على قيد الحياة اليوم هو الاربعاء الحالي والعشرين من صفر عام الف واربعمائة هجرية الموافقة التسع من كانون الثاني يناير عام الف وتسعمائة وثمانين يجري الان تنفيذ حكم الاعدام في حق المسلحين الناجين بعد ان قسموا الى اربعة مجموعات حيث تم اعدامهم في ساحات اربع مدن رئيسية بالسعودية ربطت بعض المصادر هذه الحادثة بعائلة بن لادن وعلى وجه التحديد محروس بن لادن الاخ غير الشقيق لعسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة لكن لاحقا وبعد اطلاق الصراح محروس بن لادن نفى ذلك تماما كما ان هناك مصادر اكدت على مساعدة شركة بن لادن للقوات السعودية اثناء عملية الهجوم والسبب في ذلك انها الشركة الرائية لتوسيع الحرم المكية وبطبيعة الحال فهي ادرى بكل التفاصيل داخل الحرم في اعقاب عملية الاحتلال تدخلت ايران على الخط فصرح الخميني وقتها ان الولايات المتحدة الامريكية هي المحرك الاساسي لهذه الحادثة وهو الامر الذي لم يتأكد حتى وقتنا هذا في النهاية اذا اعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتكم المدينة الوثائقية